يبدو أن البنك المركزي في سوريا على وشك اتخاذ أهم قرار له منذ سنوات فخبير اقتصاد كشف عن توجهات جديدة للمصرف ستكون المنقذة للسوريين فما القصة؟ في الوقت الذي تستمر فيه الليرة السورية بتسجيل مزيد من الانخفاض أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأخرى كشف خبير اقتصاد سوريا عن مفاجأة كبرى فالحديث داخل الأرواق الاقتصادية السورية ازداد مؤخرا عن وجود توجهات جديدة لدى مصرف سوريا المركزية لاتخاذ قرارات مهمة لتحسين سعر الصرف وضمن هذا الصياق قال خبير اقتصادي سوريا في تصريحات صحفية إن البنك المركزي السورية بصدد اتخاذ أهم قرار له منذ سنوات فالبنك المركزي يدرس في الوقت الحالي إمكانية تعديل مرسوم تجريم التعامل بغير الليرة السورية كما أن هناك حديثا عن تعديلات جديدة مرتقبة ستسمح للسوريين بالتعامل بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى بكميات معينة وشروط سهلة وليست معقدة وحول موعد الاعلان الرسمي عن تلك التعديلات الجديدة فأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من المرجح أن تدخل حيز التنفيذ رسميا خلال شهرين المقبلين على أبعد تقدير حيث يسعى المصرف لإصدار القرار خلال الربع الأول من العام الجاري أما فيما يتعلق بمميزات القرار بالنسبة للسوريين فأوضح الخبير أن قرار السماح للسوريين بالتعامل بالدولار والقطع الأجنبية سيحقق بعضا من الارتياح في الشارع السوري عموما كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على مختلف القطعات الاقتصادية في البلاد خاصة التجار والمستوردين فهذه الخطوة قد تفتح الباب أمام رجال الأعمال السوريين والعرب لفتح استثمارات جديدة في سوريا حيث كانت مشكلة عدم السماح بالتعامل بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى تقف حائلا أمام المستثمرين الرغبين بالاستثمار في البلاد كما أن هذه الخطوة مهمة في مجال توفر العملات الأجنبية لدى البنك المركزي السوري فالمصرف المركزي يعاني من نقص حد في مسألة تأمين الدولار والقطع الأجنبية الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار وبشكل واضح ومستمر منذ العام 2024 جدير بالذكر أن سعر صرف الليرة السورية وصل إلى مستويات أعلى من حدود 15 ألف ليرة سورية للدولار الواحد في مختلف المدن والأسواق المحلية خلال الساعة القليلة الماضية هذا ويعاني السوريون من أزمة اقتصادية صعبة ضربت البلاد العام الماضي وأثرت على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير موسيقى